قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام أيضا أذكركم بحادثة حدثت مع الخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رجل من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أيوت آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم وجمعة دين الإسلام دين عظيم دين فيه الرحمة والمحبة وصلة الرحم فيه تشجيع للعلم والتعلم والله العظيم لو كنا متمسكين بدين الإسلام الصحيح لتغير حالنا ولا أصبحنا في مقدمة الأمم في العلم والتقدم والتعليم وحقوق الإنسان والرحمة ما نعيش اليوم نتيجة طبيعية منها ظهور الانتشار الظلم وظهور دعاة الفتنة دعاة الدم دعاة الذين يدعون إلى راقة دماء المسلمين بحجة الجهاد هذا الأمر بعيد كل بعد عن تعاليم ديننا الإسلامي واليوم استمعت في خطبة عرفة المملكة العربية السعودية في عرفة مسجد نميرا قال سماحة المفتي إن أعداء الإسلام سمعوا زي المشاهدين إن أعداء الإسلام يكيدون له ولأهله فمنهم أعداء خارجين عن دار الإسلام ومنهم أعداء يلبسون ثياب الإسلام كذبا وزورا وهذا دليل واضح على أنهم لا يردون للأمة إلا الشر والتمزيق والتشتيت ويرفعون الشعارات الدفاع عن الأمة الإسلامية لخداع الجهلة والعوام للمخططات السيئة والخبيثة واللي قال سماحة المفتي فعلا تعيش اليوم الأمة الإسلامية محنة كبيرة نتيجة دعاة الفتنة في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية وكل عام وأنتم بخير فاصل ورجع لكم